بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السادة الأيمى الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتحدث بإذن الله في حلقة اليوم عن النفس الإنسانية عن طبيعتها عن حقيقتها عن حالاتها وأوصافها ولا شك أن الحديث عن النفس يعتبر الحديث الأبرز في حديث الصوفية على اعتبار أن معظم الموضوعات المرتبطة بمصطلح النفس هي موجودة في القرآن الكريم الذي يعتبر معجما للنفس كيف لا والله سبحانه وتعالى هو الذي خالق هذه النفس وهو أدرى بها وبالتالي فمعظم حديث النفس إنما هو حديث مستمد من القرآن الكريم نعلم جميعا كيف أن موضوع النفس ورد في القرآن الكريم بصياغ وتصاريف مختلفة ورد في آيات عديدة حتى إن مجموع الآيات التي ورد فيها مصطلح النفس بمختلف تصاريفه يناهز 300 موضع في القرآن الكريم وهي مواضع كلها تدل على صياقات مختلفة خاصة ما ارتبط بحالة النفس وصفتها إلى غير ذلك ولعل من المعاني التي ورد ذكرها في القرآن وتدل على معاني للنفس ما ارتبط بمعنى القلب فمثلا يأتي معنى النفس بمعنى القلب كما في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى لأنفس فالأنفس التي تهوى هي القلوب فالقلوب هي التي تهوى أيضا جاء معنى النفس بمعنى الإنسان بعينه معنى الإنسان بعينه كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية أي النفس هنا هو الإنسان أي يقتل الإنسان بالإنسان وجاء معنى النفس بمعنى حياة الإنسان وروح الإنسان كما في قوله تعالى وَلَوْ تَرَأِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ما معنى أخرجوا أنفسكم هنا؟ أي أخرجوا أرواحكم والمفسرون وقفوا طويلا عند هذه الآية على اعتبار أن مفهوم الملائكة الذين هم باسطوا أيديهم أي بالضرب لهؤلاء كي تخرج أرواحهم من أجسادهم فالروح تخرج من الجسد وهنا جاء الحديث في الآية بمصطلح النفس بمعنى أخرجوا أرواحكم والمتأمل في كثير من المعاني يجد أنها تخدم هذا المعنى كما في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الله يتوفى الأنفس أي الأرواح وهكذا وبالتأمل في هذه المعاني كلها نجد أنها تختلف حسب الصياقات التي وردت بها في القرآن الكريم فالصياقات عديدة والمعاني متعددة وفهوم وإدراكات المفسرين يعني متعددة جدا وبالتالي فحديث القرآن عن النفس إذا راعينا ما قاله المفسرنا عنه سنجد تشعبا ونجد تنوعا ونجد تعددا كله يخدم مفهوم هذه النفس ثم إن القرآن الكريم عندما يتحدث عن النفس فهو يتحدث عنها على اعتبار أنها كائن له وجود ذات مستقل وبالتالي فهو عندما يخاطب النفس فهو يخاطب ذات النفس في الإنسان يخاطب قوة مدركة عاقلة في نفس الإنسان كما في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكما في قوله تعالى يا أية النفس المطمئن ترجع إلى ربك راضية مرضية وكما في قوله تعالى أيضا ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه أي ظلم هذه النفس التي بين جنبيه وبالتالي فالنفس في هذه الآيات وفي غيرها تدل على هذا الكائن الموجود في ذات الإنسان في داخل الإنسان والتي هي قوة مدركة وموجهة ولذلك سيدنا موسى عليه السلام عندما على لسانه في القرآن الكريم قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قتلت نفسا بمعنى القبطي الرجل القبطي في مصر الذي قتله موسى عليه السلام والنفس في القرآن أيضا هي ذلك الإنسان الذي يتوقع منه أو النفس التي يتوقع منها الخير أو الشر الهدى أو الضلال كما في قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها وفي قوله تعالى أيضا وهديناه النجدين أي هديناه طريق الخير وطريق الشر وهكذا وبصفة عامة يمكن القول بأن تعريف النفس كما هي في القرآن إن صح التعبير هي ذلك من الإنسان المعنوي فهي ليست بالروح لأن الروح من أمر الله وليست بالعقل وإنما هي ذلك الجهاز الكامن القوة المدركة الموجهة والتي تعتبر في ذات الإنسان بعواطفه وبتدبيره وبتفكيره وبمختلف ما يرمي إليه في حياته من تصرفات هي التي تتحكم وهذا ما صنره في الحديث عن مراتب النفس كيف أن نفس الإنسان تتحكم في الإنسان فننتقل الحديث عن مراتب النفس الآن والقرآن كان بارعا وكان مبدعا في بيان حقيقة النفس ومراتبها انطلاقا من الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النفس هو صانعها فهو أدرى بها ولذلك جاء تقسيم ثلاثي في القرآن لهذه النفس يعتبر منطلق الصوفية في الحديث عن نفس فالحديث عن نفس هو حديث عن حالات عن صفات تتغير وتتبدل حسب طبيعة الإنسان وحسب المنطق الذي تدل عليه الآية القرآنية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ولذلك جاء تقسيم الثلاثي المعروف أن النفس في القرآن نفس أمارة بالسوء ونفس لوامة ونفس مطمئنة لنبدأ بالنفس الأمارة بالسوء لأن الحديث حديث الصوفية أكثر وباقي المفسرين إنما ينصب أساسا على الحديث عن النفس الأمارة بالسوء وذلك انطلاقا من قوله تعالى إن النفس الأمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا مراحم ربي إن ربي غفور رحيم فنفس الإنسان غالبا ما تميل به إلى كل سيء وإلى كل رذيلة وبالتالي فالنفس بصفة عامة تدفع بالإنسان إلى أن يقع في الآثام وفي الدنوب فهي تميل به إلى هذه الجوانب السلبية لماذا؟ لأن النفس بصفة عامة إذا أطلقت عند بعض الصوفية وبعض المفسرين فإنما المفهوم ينصب عن الجانب السلبي عندما يطلق مفهوم النفس هكذا حتى إنها لا تكاد أو هذا المفهوم لا يكاد ينصرف إلا للنفس السلبية النفس الأمارة بالسوء ولذلك نجد بعض العلماء الصوفية عندما وقفوا عند مفهوم النفسي وقفوا عندها على أساس أن تعريفها يبدأ أولا بالوقوف عند هذا الجانب السلبي ثم تأتي المرحلة تاني أو تأتي الصفتان الأخريان الوقوف عند هذا المفهوم هو ما ذهب إليه ابن عجيبة عندما أراد أن يعرف النفسه في كتابه معراج التشوف فقال بأن النفس هي كل ما يذم في العبد من أخلاقه وصفته الاعتبار أن أخلاقه وما يقع فيه أن أخلاقه إنما تكون سلبية وتكون مذمومة باعتبار أن النفس تميل به في الغالب إلى هذا الأمر إلا إذا استطاع أن يهدبها وأن يزكيها وأن يردها عن غيها ثم أيضا هناك أمر آخر مهم جدا وهو أن مخالفات الإنسان ووقوعه في المعاصي إنما الحديث هنا يكون عن تلك النفس التي تنزع وتميل به إلى الوقوع في كل هذا فإن هو استطاع أن يردها عن غيها فإن هو استطاع أن يهدبها أمكنه أن يترقى بها إلى حالة أكثر تقدما وإلى مستوى أكثر تقدما الأمر الآخر وهو أن كثير من الصوفية وقفوا عند مفهوم النفس موقفا سلبيا مبالغا فيه وهو عندما لا يرون فيها إلى الجانب الظلماني الجانب السلبي فابن عجيب مثلا في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر بعد أن انتهى من تفسير الظاهر في الإشارة قال إن الله يأمركم أن تذبحوا نفسكم وماذا يقصد بذبح النفس وهو الإجهاز عليها وهو قتلها وهو يستعمل مصطلح القتل بمعنى أن النفس عند ابن عجيبة في الغالب لا يكاد يرى إذا أطلقها مصطلح النفس هكذا فإنه لا يكاد ينظر فيها إلا على أنها ذلك الجانب السلبي الذي ينبغي الاحتياط منه الآن نتقل الحديث عن النفس اللوامة التقسيم الثلاثي النفس اللوامة ينطلق الحديث عنها من قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها وتعاتبه النفس اللوامة هي التي تقع في المعصية ثم تندم عليها النفس اللوامة هي التي تقع في المعصية ثم تسعى إلى إصلاحها النفس اللوامة هي نفس كريمة على الله سبحانه وتعالى لأنه أقسم بها والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء العظيم شيء الشريف وبالتالي فالصوفية عندما وقفوا عند النفس اللوامة قالوا بأنها هي تلك النفس التي لا تكاد تثبت على حال واحدة فهي شديد التقلب شديد التبدل كيف ذلك؟ وهو أنها إذا وقعت في شيء مما هو محظور سرعان ما تلتفت إلى تجاوزه بالإصلاح بالتوبة فروح التوبة يكون دائما حاضرا بالنسبة للنفس اللوامة فالنفس اللوامة هي النفس التي يتوق إليه الإنسان لكي يتكون نفسه لوامة لأن الإنسان ضعيف لا بد أن يقع في شيء من الآثام والسيئات والمحظورات وبالتالي ففضل الوقوف عند هذه النفس هو سرعة المبادرة إلى التوبة إلى الإنابة إلى العفو إلى الصفح إلى غير ذلك ولذلك فالتعنيف الذي تمارس النفس اللوامة لصاحبها هو ينصب أو يتعلق بأمرين محاسبة صاحبها على وقوعه في معصية كبيرة إلى غير ذلك فسرعان ما يستحضر التوبة ويطلب العفو والصفح الأمر الثاني وهو محاسبة النفس على عدم زيادة في الطاعة بمعنى هو المبالغة في البحث عن الطاعات وفعل الخيرات فهو نوع من الترقي من سلوك إلى سلوك أفضل منه هنا نجد قولة للحسن المصري رحمة الله عليه يقول فيها إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه يقول ماذا أردت بكلمتي ماذا أردت بأكلتي ماذا أردت بحديث نفسي أما الفاجر فإنه يمضي قدما لا يعاتب نفسه وابن قيم جوزية في كتابه مداري السليكين يرى أن النفس اللوامة نفسان نفس لوامة ملومة وهي التي يلومها الله سبحانه وتعالى وملائكته فهي نفس ظالمة ونفس لوامة غير ملومة وهي النفس التي ما فتئت تعاتب صاحبها وتلومه على عدم فعل الطاعة الآن بالنسبة للنفس المطمئنة النفس المطمئنة وهي ثالثة الأقصى هي نفس سكنت واطمئنت ورضيت بقدر الله وبأمره خيره وشره ورضيت بالأخذ والعطاء بالقبض والبسط بتلك الثنائيات التي يرضى بها الإنسان بين قبض وبسط بين أخذ وعطاء إلى غير ذلك والنفس المطمئنة والاطمئنة هنا بمعنى السكون ويشهد له قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهنا نجد الإمام القشيري في رسالته الشهيرة يقول بأن التقسيم الثلاثي هذا المعروف للنفس إنما ينطلق من كون النفس المطمئنة هي نفس مقبلة على أمر الله النفس اللوامة هي نفس تعترض على الشهوات والمغريات هي تعترض بمن تتلقها وتعترضها أما النفس الأمارة بالسوء فهي النفس التي تذعن وتخضع لهذه الشهوات الإمام بن عجيبة رحمة الله عليه يضيف قسما رابعا وهي النفس اللهامة وهي التي وصفها الشيخ أحمد زروق بالملهمة انطلاقا من قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها أمر آخر لا بأس من أن اختم به وهو أن العلماء الصوفية عندما وقفوا عند هذه المراتب الثلاثة ذكروا أن نفس الإنسان في الغالب هي تكون نفسا سلبية أن حالتها تبقى في هذا السلب إلا إذا استطاع صاحبها أن ينقذ نفسه مما هي فيه ولذلك فكلما رضي الإنسان عن نفسه إلا وتفاقم أمرها وكثرت عيوبها لكنه عندما لا يرضى عن نفسه فإنه يستطيع بذلك أن يهدبها وأن يزكيها وهذا ما ذكره ابن عجيبة عندما شرح حكمة ابن عطاء الله إسكندري رحمة الله عليه أصل كل معصية وغفلة الرضا عن نفس وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عن النفس ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه فقال ابن عجيبة وأختم بهذا النص وهو يشرح هذه الحكمة ابحث أيها المريد عن مساوئك واتهم نفسك ولا تستحسن شيئا من أحوالها فإنك إذا راضيت عنها واستحسنت أحوالها لدى غتك وأنت لا تشعر قال أبو حفص الحداد من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أيامه كان مغرورا ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها ختاما أيها السادة الأيم الفضلاء فالنفسه إذا مالت إلى الخير كانت مطمئنة أو لوامة وإذا مالت إلى الشر كانت أمارة بالسوء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وشكرا على حسن إنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر